هذا السؤال يقول ما هو الفرق بين مصارف الزكاة و مصارف الصدقات الزكاة مصارفها محددة في الآية قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات هنا الصدقات إذا وردت في القرآن الكريم فأحيانا يقصد بها الزكاة كما هو الحال في هذه الآية قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات يعني الزكاة لا يظن أحد هنا الصدقات يعني صدقات التطوع و إنما الصدقات هنا بمعنى الزكاة إنما الصدقات الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله إذن حدد الله سبحانه و تعالى هذه المصارف الثمانية في هذه الآية و هي مصارف الزكاة لا يجوز لنا أن نزيد أو أن ننقص من هذه المصارف فهي مصارف الزكاة أما الصدقة صدقة التطوع فإن بابها واسع ففي كل كبد رطبة أجر هذه صدقة ممكن تتصدق بحبوب تعطيها للطير لا أشكال في ذلك الحيوانات لا أشكال في ذلك الصدقة تعطي الفقير المسلم و غير المسلم لا أشكال في ذلك فباب الصدقة واسع جدا لا أشكال فيه الصدقة لها أحكام مختلفة عن الزكاة صدقة التطوع الزكاة واجبة من الله سبحانه و تعالى الصدقة من النفل التي يتقرب فيها إلى الله جل وعلا إذن ما يتعلق بالصدقة بابها أوسع الزكاة محددة الله عز وجل قد حدد المصارف فيها لا يجوز لنا أن نبدلها فلذلك باب الصدقة أوسع من باب الزكاة ترجمة نانسي قنقر